بسم الله الرحمن الرحيم نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا والعود أحمد حللنا أهلا وطعنا شهلا ما فكش حتى نأخذ الحقوق لأنها كاملة مكتملة غير منقوصة إذن نواصل دائما نؤكد بأن جميع الإصلاحات التي ستنزل والتي تم برمجتها من أجل تنزيلها وتفعيلها تماشيا مع النموذج تنمو الجديد 2021-2035 ف ذلك كان حصيل حاصل حصيل حاصل أن بكل بساطة الحكومة السابقة قدمتنا قرباناً لرجال المال والأعمال للأسف الشديد الأسف الشديد أن يعني التدبير اللي لم يكون موفقاً هو اللي أفرزها هذا الحكومة الحالية اللي كان أنا رأى بن كيران إن كان نخرج في 2016 الوقت ديال البلوكاج وقال القولة ديال وشهيرة أنا داك شكون شوافة لقال تاليك وبقى كل شي تصفد بقى كل شي تصفد من هذه الساعة حنوش قال لي أو أكد لي بأنه سيفوز بالانتخابات ديال 2021 وفعلا ذلك ما تم وراء أني كنا كيفاش في واحد الفيديو صاب مهم كان ميقن أنه في 2021 لأنه تخلص من ثلاثة ديال ديال المنافسين وفي المقدمة ديالهم وإلياس العمار إلياس العمار إلياس العمار خلص منه عن طريقي بن كيران وبن كيران رأى بدون ما يشعر قدم خدمة جليلة لأخ نوش حتى تخلصه من يعني من إلياس العمار وفاز بن كيران وهو يدير لي البلوكاج دير ليه لاش البلوكاج بلوكاج تشبت بلوكاج بلوكاج أخ نوش وصفتهم كاملين بن كيران بن كيران لك الساعات تشبت بشابات أخ نوش تشبت باش بإدريس شجر تشبت 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 منافسين أقويين تم ما فين قال لك 2021 وفعلا وجاء تسيس ما يدرس شجر حتى الآخر اللحظة حتى ضمن الفوز وقا غادي ما حتى الآخر اللحظة لتخلى عليه لتخلى إذن الأمور يالك سياسة ما فيها لا صديق دائم ولا عدو دائم فيها المصلحة فقط إذن اللي تهم هدش كل شي من هدش هو الإصلاح الكبرى اللي غادي تكون اللي غادي تكون وراء المقدمة ديالهم راء هو التنزيل ديال إتمام إصلاح المقياسي اللي الآن تشريف عليه وزيرة المالية سادف تح اللي هي اللي تدير المديرة ديال المجلس الإداري ديال سي ام ار وجاء وذبت يقول لك سيدي إصلاح أنظمة التقاعد لأسباب التالية أنه كانت هناك غياب رؤية منسجمة للقطاع نتيجة تراكمات تاريخية وذلك تراكمات تاريخية شكو نديرها ما أفراز هذه تراكمات تاريخية اللي قال لك أفرز التباين في طرق التدبير إذن كان هناك تدبير سيء سوء التدبير وراء الجامعة تعرف كيف تم الإفلاس ديال هذيك تقول اللي كان السبب للإفلاس ديال إذن الموظف لم يكن طرفا الموظف كان يؤدي مساهمات ديال بالنظام وانتظام كما يؤدي جميع الضرائب ديال لأن مجبر أن تأخذ له من المنبع في حين أن اللي كان السبب ديال الإفلاس ديال هذيك الصنادق أو الصندوق المغريب التقاعد لم يحاست سين سيس رغم مياو خمستعشر مليار ديال درهم مياو خمستعشر مليار ديال درهم إذن لم يتابع الجهات اللي كانت مسؤولة عن هذا الإفلاس إذن نشوف هنا بأن الإصلاحات اللي غد يتكون بالنسبة لصندوق صندوق 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 التقاعد بالنسبة لصندوق التقاعد لأن غد يدخل الحماية الاجتماعية تعميم الحماية الاجتماعية ودخل مع التعويضات ديال المسنين ودخل مع التعويض التعميم التعويضات العائلية هذو كلهم سيدخل لأن مرتبطين بإصلاح المنظومة للتقاعد أنظمة التقاعد اللي بغين هيكلها يعني يتم الهيكلة ديال الآن في قتبين عام وخاص عندك CMR آركار عام سيني سي مر خاص وهذ شي كله مرتبط به الكيمقات الحماية الاجتماعية تعميم الحماية الاجتماعية تعويضات ديال المسنين تعويضات العائلية الفقدان الشغل إلى آخر إلى آخر فتنشوفو هنا جميع يعني البرنامج الانتخاب اللي كانوا جوا به كله يستهند على هذا فهذه 65 سنة اللي قال اللي قد يعطوهم ألف درام راكينا هنا تعميم الحماية الاجتماعية والتعويضات على المسنين راكينا كلها قد يتم المعالجة ديالها داخل إصلاح ديال الأنظمة التقاعد ما في غادي يتكون وديك ألفين وخمسمائة درام هنكين يجي واحدين اللي تهذرت يقول لي ألفين وخمسمائة سبعلاف وخمسمائة درام يعني ألفين وخمسمائة درام اللي قال غد تزاد تأيير داخل في إصلاح نظمة المنظومة التعليمية يعني تنزيل يعني النظام الأساسي الجديد كما قلت رغت باك بلوسين ماستر عيو اللي يبدأ بناء دم من بسبع الاف وخمسمائة درام ولكن اللي ما قالوش ممكن تنقول أنا منذ ست شوار ولا كتار والسبعة شهور قاع ولا كتار منذ البداية تقول لكم راتيجو تلويل المصلين وتس كتو شوفوا الفيديوهات ديال شرط سعود تيجو تلويل المصلين وتس كتو تيقول لك رغت كون هناك الف درام للمسنين رغم تيقول لك تل الفين وست وعشرين ولا سبعة ولا هد سبعة الاف وخمسمائة الفين وخمسمائة درام رغم تيقول لك تل الفين وخمسمائة وعشرين رك هنا بروغرام عب التدرج رغم هو من تيقول لك بالتدرج وحسب الإمكان خلصك تفهم شو تيقول وتيقول لك بالنسبة لهذا السنة يعني رك نشيحواش غايدو زود السنة وكين نشيحواش غايدو زود السنة لأخراق وكين نشيحواش غايدو زود السنة اللي بعدها انسي دوسويت حتي يكمله ولكن هما من نتيجو تيبغو يكبرو الحزمة يقول لك ها هنزيدو 1500 درام هنزيدو 1000 درام المسنين هنزيدو هادي باش يكبرو الحزمة ولكن دك شراء غيكون إطاب بار إطاب إذن هذك الملفات كما قلت 27 اللي تم يعني البرمجة ديالها يعني سيتم المعادة ديالها بش إلي نحن بالنسبة التنزيل للأنظيمات المنظومة التعليمية هو ما يهمنا هو أن يعني جميع ضحايا ديال اختلالات ديال النظام الأساسي ديال 2003 وجميع ضحايا ديال المراسم السابقة والأنظمة السابقة يجب يعني إنصافها جبروا ضرارها وردوا الاعتبار إليها هما الأوائل ضحايا الزنزان التاسعة اللي تقاعدوا من 2003 2004 2005 لتقاعدوا بالمادة 12 ديال 15 للستة من أجل تسريع وطير الترقي من التاسع للعشر لأن التاسعة وضع في طور القراد أفوا في النظام الأساس 2003 وتقاعدوا بعد أكثر من ثلاث سنوات وصدرت لوائح ديالهم من أجل ترقيتهم من التاسع للعشر ورغم ذلك تقاعدوا طبقت فيهم الكوطة وتقاعدوا السلام التاسع ومن خرجت لوائح ديال المترقين بالمادة 112 كل منطقة من 2003 2004 2005 إلى 2007 تم تجميدها والاعتماد المالي دوزوا بها صحاب الإجازة ومجاورهم إذن هادو ضحايا الاختلالات وما الأول غير دوزهم وضحايا الزنزانة العاشرة ضحايا الزنزانة العاشرة خريجي السلم التاسع أفواج 95 2005 هادو رغير دوزهم بالمادة 112 15 وكل شي هادو خاص المادة 112 والمادة 115 يستبدو من المادة 112 ويستبدو من المادة 115 لأن النظام الأساسي عجبين الثلاثة وضع المادة 115 وميادة 112 من أجلنا نحن خريجي السلم التامد بالباكالوريا أفواج 80 86 للأسباب والمسببات التي ذكرتها سابقا أما النظام الأساسي الجديد النظام الأساسي الجديد يا حبيبي الذي سيتم تنزيله تقريبا قبل نهاية يعني الموسم الدراسي الجديد يعني يعني ربما قول قبل يعني نهاية جيوليوس هذا أكيد سيتنزل النظام الأساسي الجديد وسيتعالج يعني فيه بعض بعض الملفات بعض الفئات وغض الضفر بعض الهيئات والملفات التي لا على قتل بعض النظام الأساسي الجديد تنزل المراسم تعديل قبل تنزيل النظام الأساسي الجديد تقريبا شهر سبعة أو وحتى غير مستكملين شهر غيكون مرتبط للزيادة في المعاشات زيادة مراجعة زيادة في الأجور إلى آخر هذا الشيء اللي غادي يقوله وضاربة عن الدخل إلى آخر هذا الشيء غادي تكون يعني مرتبطة بهذا الإصلاحات اللي غيكونه بالمقابل وتاني نعطيك خلصك تعطيني خلصك تقبل بعض الإصلاحات باش يدوزو هاد الميلتات يعطوك التلفوتات وضربوك ضربة قادية لأن هدي كل شي هنش اللي غادي يدوز كي اللي غادي تاني في من غادي نطالق يعني الحوار الاجتماعي في الشتين بير مقبيل اللي غادي بدو يناقش وغادي يدخلو هذا شي في الجدول دي الأعمال دي لهم دي الحوار الاجتماعي اللي غاين طالق من شتين بير 22 وغاين تاهي في يعني المخرجات دي الو غا تكون في أبريل قبل ماي فاتح ماي دي 2023 وهك المشكل الذي يرعق الجميع واللي خاص الجميع ينتبه له هو الإدماج لكل شو التي تنصل منه كل يتنصل من الإدماج فالإدماج لا إدماج لا هناك أي إدماج لما كانش هناك إحداث مناصب مالية قارة وشخصية فهذا الشراء مرتبط تاني مع إصلاح الإدارة لجتليه الأستاذ مزور وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بانتقال مديرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة هذه اللي عندها الحل لهذا الإدماج لوزير المالية في التاح وإعداد الميزانية لقجاء هذاك مسؤول يعني يحدث المناصب المالية ديال الأساتد الذي نفرد عليهم التعاقد والجميع سيقوم نحو الات مركز الإداري إذن يجب الإنسان يحرس والآن يعني تركيز على النقابات هي اللي الآن تتفاوض وهي رأطات الففير وهي رأو وقعات سواء قطاعيا سواء مركزيا سواء في الاتفاق 18 يناير 22 سواء في الاتفاق الحوار اجتماعي 30 أبريل 2022 إذن ما شيت يدوز ذاك الشي تعود تخرج ما عندك لقد دير ذاك ساعة لأن كل شي ذاك شير في الدورة الدورة ديال أكتوبر غادي بدأ يتعرضوا في ذاك المراسيم اللي غادي يكون غادي يكون غادي تكون تعديلية ديال هادي شي ديال إصلاح الإدارة ولا إصلاح طاقة عود ولا الإصلاح الأخرى اللي غادي يتكون هناك عوراش هناك بالنسبة للتعليم عدة مشاريع غادي تنزل هنا هادي السنة ربما كانوا برزين شي سبعة ولا يجب أن يكون دامجا لجميع يعني الأساتلة والأستاذات هيئة التدريس وإلا رغي يكون عدنا هيئتان للتدريس هيئة تخضع للنظام ديالوظيفة العمومية السابق وهيئة تخضع لنظام جديد ديالأكاديمية لنتمنى أن يكون توظيفا جهويا مؤطرا قانونا لأن الجهوية المتقدمة رهبا قم درش الترسان القانونية ديالوكم لا تخص من جانب للتوظيف الجاوي خاص يؤثر قانونا وخاص يكون هناك إصلاح جدري بخلق وإحداث مناصب مالية لجميع أطور التدريس أو هيئة التدريس وخص أساتذة الذين فورد عليهم التقاعد أطور الأكاديميات الأطور النظامية للأكاديميات وبه وجب الإعلام والسلام أشوفكم يا الله إلى اللقاء